إلى خبر آخر الآن مشاهدين وفي بيانا لسلطة ضبط السماعي البصري جاء فيه بعد قرار سلطة ضبط السماعي البصري القاضي بتوقيف بث برنامج إنسحوني ومقدمه إثر ما صدر منه في حصته بتاريخ الـ 25 من شهر رمضان 1441 هجر الموافق للـ 18 من شهر مايل عام 2020 على قناة النهار تيفي من تصريح يشكك من خلاله في فتوى أصدرتها لجنة الإفتاء التابعة لوزارك شؤون الدينية والأوقاف تخص موضوع زكاة الفطر حرصا من السلطة على الحفاظ والتنفيذ والتقيد أقول بالمرجعية الدينية الوطنية مع احترامها للاختلاف ولكن ليس على حساب النظام العام والسلوك الحسن فقد راسلت قناة النهار سلطة ضبط السماعي البصري تطلب فيها إعادة النظر في درجة العقوبة خاصة تضيف في طلبها بأن السلطة أصدرت عقوبات أقل درجة ضد قنوات أخرى بعد تسجيلها تجاوزات قانونية وأخلاقية وأيضا بعد التوضيحات التي قام بها مقدم حصة إنصحوني والتي أكد فيها أنه أبدى رأيا فقط في الموضوع كما أكدت القناة التزامها بمراقبة محتوى برامجها بما يخدم المهنة والمصلحة العمومية سلطة ضبط السماعي البصري وبعد دراستها لطلب القناة وإيمانا منها بدورها في المرافقة والصهر على تطوير المشهد الإعلامي السماعي البصري بما يضمن خدمة هادفة ومسؤولة على ضوء الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة وباء كورونا وما يقتضيه ذلك من تضافر جهود الجميع في التغلب على مخلفة هذه الجائحة على جميع المستويات فقد ارتأت السلطة بأن تخفض درجة العقوبة ليصبح التوقيف توقيفا جزئيا ويكون قرارها كالآتي توقيف بث البرنامج لمدة 12 يوما ابتداء من تاريخ توقيف بثه يوم الجمعة 29 من شهر رمضان لعام 1941 هجري الموافق للـ 22 من شهر ماي 2020 ليسمح بذلك بث البرنامج من تاريخ انتهاء مدة هذه العقوبة بعدما قدمت القناة احتضاراتها للوزارة ومن خلالها للجنة الفتوى والتزامها بقرارات سلطة ضبط السماعي البصري